لا يكاد يخلو المسافر من تعب وانشغال بال لذا رخص الشرع الحكيم له برخص كثيرة منها الجمع والقصر فيجوز للمسافر قصر الصلاة والجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا بشروط منها أن تكون مسافة السفر حوالي 80 كيلو مترا عند الجمهور وذهب البعض إلى جواز القصر فيما يعد سفرا في العرف دون تحديد مسافة وأن يكون السفر في غير معصية وأن ينوي الإقامة أربعة أيام ثم دونها فإن والإقامة أكثر من ذلك لم يترخص برخص السفر ولا يبدأ في الترخص برخص السفر إلا إذا خرج من مدينته ويشترط الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم بالثانية ولا يشترط الموالاة بين الصلاتين على الأصح والقصر في السفر سنة مؤكدة ولا يكون إلا في الرباعية وأما صلاة الصبح والمغرب فلا قصر فيهما وإذا صلى المسافر خلف مقيم أتم الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ويجوز الجمع في الحضر للحاجة كالمرض والمطر والبرد الشديدين والخوف ونحو ذلك قال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر فقيل لابن عباس لما فعل ذلك؟ فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته فخذ برخصة الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته